تحققت الصورة السودوية القاتمة التي رسمتها ليلى عبداللطيف لدولة السودان شاهد الأخطر مما تحقق من توقعات ليلى عبداللطيف برحب حضراتكم معانا في قناة توقعات الأيام وحلقة جديدة من حلقة التوقعات لسيدة الإلهام ليلى عبداللطيف والأخطر من التوقعات التي توقعتها للسودان وتحققت بالفعل بفكرك سريعا تعمل لايك للفيديو عشان يوصل لكل متابعي توقعات في العالم ولو انت جديد معانا شرفنا بالاشتراك في القناة ومتنساش تفعل الجرس علشان توصلك كل فيديوهاتنا أول بأول من أكتر من سنة رسمت المتوقع اللبنانية ليلى عبداللطيف صورة سودوية قاتمة لما يمكن أن يقع في المستقبل للسودان انتشر توقعها وقتها انتشر النار في الهاشيم على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة في الجانب المتعلق بتوقعتها للسودان اللي قالت فيها انها شايفة السودان مقبل على أحداث خطيرة باتت قريبة تضع البلاد على شافة حرب أهلية جديدة وقاسية تؤدي إلى مجازر وتطهير عرقي للأسف الشديد ولتهجير سكاني يتخطى الآلاف مما يستدعي تدخل قوات أجنبية برئاس الدولة عظمى في هذا النزاع لإعادة السيطرة على هذه الحرب وإعادة السودان مجددا إلى سكة الدستور والقانون والاستقرار وده من خلال حكم مدني فاعل وجديد ورغم أن الصورة المخيفة اللي رسمتها سيدة التوقعات ليلة عبداللطيف لواقع البلاد المحتمل اللي أنها رجعت تقول أن السودان حيعود مجددا لطريق الاستقرار تحت حكم مدني فاعل وجديد بعد تدخل قوات أجنبية برئاس الدولة عظمى في هذا النزاع الحقيقة أن توقع ليلة عبداللطيف تطابق مع التوقع الشهير لمحمود محمد طه واللي شاف أن جماعة الهوسة الديني هتدخل البلاد في فتنة بتحيل نهارها لليل وأنها هتنتهي فيما بينهم وأنهم سوف يقتل عون من أرض السودان اقتلاعا هل الفتنة اللي تكلم عنها الأستاذ محمود هي ذاتها الحرب الأهلية اللي حتقدي لمجازر وتطهير عرقي والتهجير سكاني بالألاف يستدعي تدخل قوات أجنبية برئاس الدولة عظمى تعيد للسودان للدستور والقانون والاستقرار من خلال حكم مدني فاعل وجديد زي ما قالت توقعات ليلة عبداللطيف ولا في مقدمات بين اللي بيجري دلوقتي على أرض الواقع وبين التوقع ده أو ده الحقيقة أن الأزمة في السودان دخلت صباح يوم السبت اللي هو إمبارح منعطف بالغ الحساسية بعد اندلاع اشتباكات مسلحة بين جناحي المكون العسكري في السودان الجيش بقيادة رئيس مجلس السيادة الانتقالي قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهون وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو أو حمدتي بدأت الأزمة الحالية بين القوتين في التصاعد يوم الخميس الماضي لما أعلن الجيش السوداني أن تحركات قوات الدعم السريع في مدينة مروة غير قانونية وتفصيلاً اللي حصل حقول لكم عليه دلوقتي بدأت الاشتباكات بالقرب من منطقة قاعدة مروة العسكرية والخرطوم وأفادت التقارير أن الاشتباكات انتقلت بعد كده لولاية شمال دارفور قوات الدعم السريع قالت أن وحدات الجيش هجمت مقرها وأكد ممثل عن الجيش السوداني ده لكنه أشار اللي أن هذا الهجوم كان رد على هجمات قوات الدعم السريع على مفارس عسكرية في عدة أحياء بالمدينة في وقت لاحق كان تقارير عن غراض جوية شنها الجيش على المقر ودمر الجيش أكتر من 80 مركبة تبعة للقوات الخاصة في مدينة مروة جميع مداخل القصر الرئاسي في الخرطوم أغلقت والقصر نفسه محاض بمركبات مدرعة تبعة للجيش السوداني حسب ما ذكرت سكاين نيوز العربية وعلنت قوات الدعم السريع أنها سيطرت على مطاري الخرطوم ومروة وأفادت تقارير تلفزيونية السيطرة على عدة مقاتلات في مطار مروة لكن في وقت لاحق أكد الجيش أنه بيسيطر على مطاري الخرطوم ومروة توقف التلفزيون السوداني عن البث بعد تقارير عن إطلاق نار في مقره فقد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهون بيتابع شخصيا تطورات الوضع ومن ناحية تانية أعلنت قوات الرد السريع سيطرتها على مقر إقامة البرهون لكن الجيش نفى هذه التصريحات وفقا لرئيس أمن رئيس مجلس السيادي الهيئة الحكمة للبلاد قالوا أن البرهون في مكان آمن وبيتابع شخصيا ما يحدث بحسب روسيا اليوم البرهون أوضح أن إمكانية نقل وحدات عسكرية إضافية للخرطوم من مناطق أخرى إذا استمرت الاشتباكات مع قوات الدعم السريع وصف قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو المواجهة مع الجيش بأنها لم تكن اختيارية وهو يعتقد أن نتيجة المعركة حتتقرر في الأيام المقبلة ودلوقتي تعالوا نروح اللي باقي توقعات ليلة عبداللطيف للسودان ليلة عبداللطيف توقعت أن الأنظار والإعلام حيتجهوا للحدود السودانية الأثيوبية وشايف الجيش السوداني بيتحرك عسكريا وأثيوبيا بتستعد وبتتأهب للرد هتشهد هذه الحدود اشتباكات كبيرة وعنيفة وحنسمع من خلالها قرارات عسكرية خطيرة تثير القلق والبلبلة في دول إفريقيا من جراء هذه الحرب السودانية الأثيوبية القادمة واللي هتبدأ باشتباكات على الحدود تنتهي بسقوط للأسف ألاف الضحايا أما في الداخل السوداني فهي شايف التوصل الاتفاق الدولي بينهي حكم العسكر وبيأتي بحكومة وحكم مدني من جديد وحتكون مهمة العسكر السوداني هي الدفاع عن الأرض وحماية المؤسسات والشعب وفرض الأمن والأمان والإضطرابات هتحتل الشارع السوداني من جديد من خلال مظاهرات واحتجاجات شعبية مليونية تحت عنوان لا لحكم العسكر ومن هنا شايف أن حكم العسكر في السودان مش هيستمر أو يدوم وأن بعض قيادات وأفراد الجيش السوداني هتقف إلى جانب الشعب وتتعاطف مع المطالب الشعبية السودانية من أجل حقن الدماء وتحقيق مطالب الشعب المشروعة مما يؤدي لحدوث تغيير بارس في الحكم والحكومة وإصدار قوانين جديدة تحفظ حقوق الشعب والدستور وسنرى الشعب السوداني ينتصر في النهاية مهما طال الزمن وحنسمع صوت واحد في هذه الثورة والخلاص آتي لمحالة كمان هتقدي الثورة دي أو الانتفاضة الشعبية في السودان لفتح ملفات كبيرة هتوثير الجدل واسع وتقدي لفتح أسماء شخصيات سودانية بارزة وهتتجه الأنظار للحدود السودانية الأثيوبية لحدث بارز ومؤسف وحيكون حديث الناس والإعلام وبتشوف ليلة عبداللطيف في النهاية أن مظاهرات السودان اللي هتحصل هي اللي هتنتصر وهم اللي هيختاروا الرئيس السوداني الجديد والقادم وفي نهاية حلقة النهاردة بنتمنى كل الأمن والأمان للسودان وإن يتوقف هذا النزاع سريعا لأن للأسف حصل وقوة ضحية كتير وإصابات عديدة بين الشعب وأيضا بين أفراد الجيش وفي النهاية بشكر حضراتكم حسن متابعاتكم لا تنسوش تعملوا اللايك والاشتراك في القناة هنستنى تعليقاتكم وقراءكم ويدومتم في حفظ الله ورعا